مصادر دخل هامة تلك التي تمتلكها محافظة الديوانية من دون أن تستثمر بشكلها الأمثل وبما يسهم بإنعاشها اقتصاديا وتحويلها لبيئة جاذبة بدلا من الاتكال على إيرادات الموازنات الحكومية التي عجزت عن النهوض بواقع ثاني أفقر المحافظات العراقية ديوانية خالية من الموارد وخالية من فرص العمل بالتالي اليوم لا نعتمد فقط على هذه التعينات وأطلق الدرجات الوظيفية اليوم لربما النظر من قبل الجات المعنية إلى المصانع إلى المعامل المتوقف في المحافظة دعم القطاع الخاصة الحيوي الذي ينعش اقتصاد المحافظة بالتالي اليوم الشاب لا يحتاج فقط أنه تعيم في دائرة معينة موارد سياحية وموارد اقتصادية اليوم كل هذه الدولة هي ملزمة بي أن تفعلها اليوم نحن ملزمين أن تكون محافظة ديوانية هي منطقة جاذبة جاذبة للسياح جاذبة الاقتصاد لشركات الرصينة لتشغيل ليادي العاملة اليوم ثلاثة أرباع الشباب بالمحافظة هم على الطالة بطالة اليوم ليش محتمدين نحن بس على الموازنة الجهات التشريعية المحلية اتفقت مع أبناء المحافظة بمطالبهم ودعواتهم باستثمار تلك المصادر لتوفير فرص عمل للشباب وخلق مجالات تنموية بعيدا عن الموازنات السنوية ديوانية بمناسبة شمولها بجولة تراخيص ضمن الرقعة الجغرافية المشمولة بالتنقيب النفوط الموجودة قبل أسبوعين تقريبا فهذه المشاريع وأيضا مشاريع أخرى مثل التنقيب الآثار الموجودة هاي لو تستثمر بشكل صحيح أيضا عندنا الهور الدلمج الجزء الذي هو تابع للديوانية هذا لو يتم استغلاله ويعني أفضل استغلال رح يوفر لنا فرص عمله هواي للشباب فرص هامة إذا ما تم الالتفاة إليها ستكون بداية الانطلاق نحو تنمية مستدامة تعظم الموارد المالية للمحافظة والتي عانت الفشل الخدمية والعوز الاقتصادية طيلة السنوات الماضية من الديوانية محتز العبودي زاكروس تيفي